رجل صعيدي مصري كبير في السن يظهر عليه الحكمة ويرتدي زي أبيض صعيد ويجلس في حقل ويتحدث بالعامية المصرية قائلا لسه عندك فرصة تستخدم فيو ثري مجانا ولو عاوز تعرف الطريقة شوف الفيديو للآخر وبعد كده هنضغط على علامة الإرسال عشان يبدأ دلوقتي ان هو يعمل لنا الفيديو ويظهر معنا بالشكل ده لسه عندك فرصة تستخدم فيو ثري مجانا ولو عاوز تعرف الطريقة شوف الفيديو للآخر عمرك فكرت انك تعمل تطبيق اكل خاص من غير ما تكون مبرمج محترف جوجل اطلقت خدمة جديدة هتخليك تعمل تطبيقات بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي سواء كان تطبيق لتوليد الصور فيديوهات مقالات الخدمة دي بتوفر لك وجهة بسيطة وسهلة تقدر تعدل على التطبيقات الجهزة زي العاب او حتى كتابة مقالات وتخصصها زي ما تحب وكل ده بمجرد ما تسجل دخولك بايميل جوجل الخدمة دي من جوجل هتخلي البرمجة اسهل بكتير وهتفتح لك ابواب كتير من الابداع لو انت مهتم تعرف اكتر دوس لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة هنعملها هندخل على المتصفح بتاعنا سواء من الموبايل او اللابتوب او الكمبيوتر وهتيجي هنا في البحثة هتكتب وبال جوجل هتضغط انتر هيفتح معاك هنا اكتر من رابط اضغط على الرابط الاولاني ده هيفتح معاك الصفحة دي بس في خطوة مهمة جدا لازم نعملها لان الموقع ده مش متاح ان احنا نستخدم الطريقة ديت في الشرق الاوسط حتى الان فلازم نفعل عشان نفعل تقدر تستخدم اي او ممكن تستخدم هنضيفها للكروم بتاعنا علشان نقدر نستخدم الموقع ولو انت هتستخدم الموبايل فانت ممكن تستخدم اي تحمله كتطبيق عشان تقدر تستخدم الموقع هروح هنا هفتح جديدة وهبحث عن هتكتب كده وهتفتح معاك اول رابط ده اللي فيها وهضغط عليها بالشكل ده هتفتح معاك الصفحة دي اضغط على هنا انا بدي له امر ان هو يضيف لي الاكستنشن دي اهو للكروم بتاعي او المتصفح بتاعي تلقائيا دلوقتي هيبقى عندي اداة تقدر تستخدمها كفي بي ان هتظهر عندك هنا الاداة بالشكل ده هتضغط عليها اضغط على اجري اند كونتينيو وبعد كده هتفتح معاك هنا هتروح تختار من الدول هتختار وتلقائيا هو كده انت عندك الفي بي ان شغال فهنرجع تاني للموقع بتاعنا وهنروح هنا نسجل حساب في الموقع هنضغط على هتختار الايميل الخاص بي وبعد كده تضغط على اضغط على وبعد كده اضغط على هيبدأ على طول يفتح لك الصفحة الرئيسية بالشكل ده طبعا هنا هيجي لك هنا اللي حاجات كتير تم انشاءها باستخدام مستخدمين اخرين دي عبارة عن تطبقات تم انشاءها باستخدام الموقع زي حاجات خاصة بالالعاب حاجات خاصة بالفاشن حاجات خاصة بالسوشيال كل دي تطبيقات وكمان اصلا انت لو وقفت على اي واحدة من دول هتلاحز عندك في حاجة اسمها انت لو ضغطت عليه هتقدر ان انت تستخدم التطبيق ده او تعدل عليه في ان انت تعمل حاجة خاصة بيك فدي مزة حلوة جدا برضو موجودة في الموقع ده هنا لما ضغطت على فتح معي التطبيق واصلا دلوقتي انت ممكن تجرب التطبيق اللي تعمل ده لكن احنا هنروح هنا على ونضغط على عشان نبدأ نعمل تطبيق جديد هنضغط على هيحولنا على الصفحة دي هنيجي هنا في الصفحة دي هتظهر لك الصفحة دي بتفاصيل كتير الموضوع بسيط خالص عايزك تروح تضغط على حاجة اسمها هنا هتلاحز جايب لك هنا في القائمة على يمين وفي هنا لو ضغطت عليها هتلاحز جايب لك حاجات كتير من ضمن الحاجات دي انت ممكن تعمل اللي من خلاله تعمل صور ممكن تعمل او تستخدم ان انت ممكن تعمل من خلاله فيديوهات احنا عايزين نعمل الفيديوهات فهنضغط على وبنفس الطريقة ممكن تعمل الصور. بعد ما تختار هنجي هنا هندي له امر عشان ينفذ لنا هنكتب له الامر ده وبعد كده على طول هتيجي تضغط على الساهم ده. اضغط عليه حتى لو حاسيت ان هو باهت شوية. اول ما تضغط عليه هيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لنا للتطبيق ده. هتلاحز هنا هيزهر لك هنا وحاجات كده هتزهر لك. عشان شوفها كويس ممكن تعمل زوم اوت بالشكل ده. واو تقدر تعمل زوم من عشان تشوف تفاصيل بتاعتها. تفاصيل بتاعتها هنا هو عمل لنا تطبيق نقدر ان احنا من خلاله نعمل فيديوهات فيو ثري. طب ازاي هنقدر بقى نستخدمه. بكل بساطة هنا هتروح فوق هيزهر لك حاجة اسمها ايب. اضغط عليها. هيفتح معاك هنا القائمة دي. وبقول لك ستارت يعني ابدأ. اضغط على ستارت وبعد كده هيجي لك هنا خلاص انت اصبح عندك وتقدر تعمل فيديوهات فيو ثري. المطلوب منك بعد كده ان انت تكتب البرومت اللي انت عايز تحوله. تعال كده نكتب برومت بنفسنا. انا هكتب له رجل صعيدي مصري كبير في السن يظهر عليه الحكمة. ويرتدي زي ابيض صعيد. ويجلس في حقل. ويتكلم او ويتحدث بالعامية المصرية. قائلا. لسه عندك فرصة تستخدم فيو ثري مجانا. ولو عاوز تعرف الطريقة شوف الفيديو للاخر. وبعد كده هنضغط على علامة الارسال. عشان يبدأ دلوقت ان هو يعمل لنا الفيديو ويظهر مع انا بالشكل ده. على طول هنا عمال الفيديو بس تعال نشوف بقى هل هيقدر يتكلم صح ولا لا. لسه عندك فرصة تستخدم فيو ثري مجانا. ولو عاوز تعرف الطريقة شوف الفيديو للاخر. بصراحة النتيجة ازهلتني. والراجل يتكلم بطريقة كويسة جدا ونفس التفاصيل اللي احنا كتبناها في البرومت. بس تعال كده نجرب نشوف هل هنقدر نعمل تاني ولا لا. لو ضغطت على السهم المدور ده هيفتع معك هنا صفحة جديدة تقدر ان انت تعمل تاني من خلالها برومت جديد. هنيجي هنا نكتب برومت تاني. رجل صعيدي مصري كبير في السن يرتدي جلباب ابيض ويجلس على قهوة. ويشرب الشاي. ويقول كلم بالعامية المصرية قائلا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس ويشوف الفيديو للاخر. وبعد كده تعال نضغط على تعال لا بقى نشوف الفيديو بعد ما خلص. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وشوف الفيديو للاخر. يا سلام على الفيديو. بصراحة الفيديو جامد جدا. الراجل بيتكلم كلام زي الفل. بس هلت بس الناس تسمع الكلام وتنفذ. لكن للأسف الناس تتفرج محدش بيشترك ولا بيعمل تعليق ولا اي شيء وكأن الاشتراكات بفلوس. عايز اقولك بقى انك تقدر تحمل الفيديو لو ضغطت على تلات نقط دول هتضغط على دون لود هتقدر تحمل الفيديو يبقى اصبح الفيديو عندك موجود في جهازك. طب تعالوا نجرب كمان تعال كده نضغط على المسلس ده. تعالوا كده نجرب كمان ونشوف هيعملنا فيديو تاني ولا هيكتفي بالفيديو هندول بس. رجل شاب مصري متعلم يجري في الشارع بسرعة عالية. حد واثناء جريه يقول بالعامية المصرية. انا عايز اسمع فيديو محمود خضر واعمل فيديوهات بالذكاء اصطناعي في العلامة التنصيص. وتعالوا نضغط على ارسال اتمنى ان هو يقبلها. طبعا هنا لو انت كتبت مسلا برومت ده في كلام ما ينفعش ان هو يتكتب فممكن بالنسبة كبيرة يترفض من التطبيق. وخصوصا لو في حاجات مسلا هيبقى فيها اطفال حاجات فيها عنف حاجات شبه كده في خلي بالك من برومت ممكن ما يتقبلش منك. زي هنا مسلا حصل عندي هنا وما قابلش بتاعي. انا مش فيهم ايه السبب رغم من الكلام اللي فيه عادي. ولكن خليني هنا اروح اعمل محاولة جديدة. ونرجع نفتح التطبيق تاني. طبعا عشان نفتح التطبيق لو ظهر لك المشكلة ديت. حتى لو قفلتها هتجي تضغط على ستارت. هتظهر لك هنا دي تاني من اولوج دي. طيب بلاش ان احنا نكتب ونجرب حاجة موجودة وهي ان احنا اصلا لو دوسنا على علامة الزائد دي. هنقدر ان احنا نحمل صورة نحاولها الفيديو. سواء احنا هنجيبها بقى من الجهاز بتاعنا من على اليوتيوب من اي حاجة حتى لو هنا كمان قالك تقدر ترسمها او تصورها. هنضغط عليه. وهتختار اي صورة من عندك من الجهاز تكون مجهزة. انا اخترت مسلا صورة للراجل ده. واضغط على وهضفها هنا. وبعد كده هاجي اكتب اللي انا عايزه. هقول له هنا اجعل هذا الشخص يتحدث بالعامية المصرية. ويقول لو عاوز تتعلم ازاي تعمل فيديوهات ذكية اصطناعية حلوة زي ترين ده تشوف قناة محمود خدر. وبعدك انا اضغط على ارسال وتعالي شوف هل هيقبل الصورة والصوت ويخلي الراجل يتكلم الصوت ولا لا. طيب عشان اكون صراح معاكم انه لما اضفت دلوقتي هو رفض نفس فجربت نهي انا كتب تاني فجال الرسالة دي وقال لي ان هو الكوتى بتاعتك خلصت. وهو ممكن يكون بيعمل طريبا اربع فيديوهات لو اتعاملهم. وطبعا لو انت جيت كتبت ومات وما تزبطش او ترفض بتتحسب عليك. فدي كانت التجربة ولا مش عارب بصراحة هل احنا ممكن نستخدمه تاني يوم ولا نضطر ان احنا نعمل ايميل جديد بس دي الطريقة اللي انا قدرت اعمل بها الفيديوهات. فانت كمان تقدر تجرب نفس الطريقة دي الوقتي ويجربها ممكن تصبت معك. ولو لقينا حلول المشاكل اللي ظهرت ديت اكيد هنتكلم عنها. فأتمنى اكون قدرت تفيدك النهاردة. ولو عجبك الفيديو ريت تدوس لايك. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعز الجرس. ولو كتبت رايك في تعليق يعني هيبه قطر خيرك. وفي النهاية السلام عليكم.